الأسقف عمانوئيل ومحاكم التفتيش هذا هو القس هو واحد من كبار جال الدين المسيحي في الدول الغابية خلينا نقوله هو من أصل عاقي طاك الدول العربية من سن صغير وشغل مناصر كبيرة كثيرة في موضوع المؤسسات الدينية في العالم الغابي اشتهى كمان على السوشال ميديا من زمان لمصارت الأحداث ضد الناس بسبب جماعة رايات السود اللي طلعوا في العاق والشام فهو كان ضدهم وكان دائما ينتقدهم ومعوف كمان هو بالسمعة الجميلة جدا والطيبة وانه بحب وبساعد الناس ومن المهم نحكي انه هذا الشخص كمان عمستوى الشرق الأوسط هو كمان بسبب نشاطه الكبير مكوح عند كثيرة ناس من البود وعلى الشبوهات حتى لو بحثت عن اسمه باللغة العابية على اليوتيوب على السوشال ميديا عنا حتلاقي كثيرة فيديوهات لناس مسلمين قبل هاي الحادثة أساسا بشمتوا فيه وبتمنوا له كل إشعاطة لصافية المهم صلى حادث محاضر زلمة حادث جدا مؤسف وكان من قبل شاب هجم عليه بسكين وحاول يقتله والحمد لله الأسقف هذا لم يمت طبعا بعد مصارتها الحادثة كمان طلع كثيرة ناس وسيحكوا لكم انه هذا الشخص ليس مسلما لحاولي اذي هذا الكاهن ولكن تبين انه مع التحقيقات وكذا حسب وسائل الإعلام كلية اللي أنا بحثت فيها بتقول انه هذا الشخص كان مسلم وكان أصلا يقول انه هذا الأسقف هو لازم يموت لأنه بس تتكلم عن ديانته اللي هي الإسلام بل أصلا حتى بعض المواقع العابية مثلا كانت بصاحة باستحياء بتقول انه مسلم ولكن هو فعلا مسلم حسب أغلب الصحف العالمية زي بي بي سي وما إلى ذلك بعد هذه الحادثة علق جل الدين هذا على هذه الحادثة وقال انه هو بسامح الكل وهذا الاشي بسبب ديانته المسيحية حتى استشهد بنصص من الإنجيل وانه هو فعلا بسامح هذا الشخص اللي عمل هيك وبسامح كمان الناس اللي وزوا انه يعمل هيك I need you to act Christ like the Lord Jesus never taught us to fight the Lord Jesus never taught us to retaliate the Lord Jesus never said to us an eye for an eye and a tooth for a tooth the Lord Jesus said never return evil with evil but return evil with good وانا بنلاقي جمال وعظمة الدين المسيحي وقدشها الدين بيخليك حتى مع أكثر ناس عطالة إلك تكون محب وتنسى وتخفى هاي القوة اللي أنا شفتها بصاحة من هذا الإنسان بسبب ديانته المسيحية أنا خلتني كواحد مش مسيحي أنبها كثير بديانته وخلتني فعلا حابب أخذ قطوة وإني أبلش أقع أكثر في المسيحية بس من الموقف هذا هون احنا دائما بنقوله أنت لما تحاول تنشر ديانتك بالخوف والعنف وما إلى ذلك وتحاول تخلي الناس غصب يكونوا على ديانتك أو يخضعوا غصب للفكر الدين اللي عندك أنت هيك ما بتخلي ديانتك صح أنت هيك بتخلي ديانتك مكروها فقط بين الناس العاقلين أنت هيك بتخلي الناس فعلا يحقدوا عليك وعلى دينك بس هذا الأسقف خلاني أحب دينه وأحتام دينه وأحتامه شخصيا وخلاني عندي مشاعر اتجاه المسيحية وخلاني حاب أني أوحس أخذ خطوة وممكن أتعمت بعد نص ساعة من كثرة الحكي اللي سمعته عجبني وما صدقت أنه فعلا تطبيق هاي الأشياء والتعاليم ممكنة للشخص المؤمن فالحمد لله على أنه هو بخير حاليا ولكن هاي كمان تعتبر من محاكم التفتيش وأنا هعمل زي ما هو قال وأنه كمان أتكلم عن الطفل أو الشاب اللي حاول ليطانه وأقول إنه كمان هو ضحية بسبب خطاب الشيوخ المنفى من الدين اللي بيخليك تطلع على الآخة كأنه عدوك هم السبب الأساسي بهالمشكلة حتى هذا الشاب هو ضحية زي ما هو نفسه قال القس وكل الإحتام إلو كل الإحتام للديانة المسيحية